شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين امضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة واحيل الى التقاعد في الاول من يوليو 2019 والقى اقدم القادة المقرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما احاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم وحرصها على توفيل كافة الامكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات كما قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحيه لهم السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في اداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ونقل الفريق اول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للقادة الذين امضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل امانة واخلاص وتفاني في اداء واجبهم ووهبوا انفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الاوقات والظروف واكد القائد العام ان رجال القوات المسلحة سيظل جادرين بالثقة التي اولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف كما وجه التحية لارواح الشهداء الابرار الذين ضحوا بارواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم معكدا ان الدفاع عن امن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهون فيها كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تكريما لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى في اعداد اجيال من ابناء مصر قادرة على العمل والعطاء حضر لاحتفال الفريق محمد فريد رئيس اركاني حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة واسرهم